السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر رحمد العبد من قناة دروسة عالمية ان شاء الله هنكمل مع بعض حل نمازج ملحق كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي. هناخد النهاردة موديل تو النموذج التاني. ولو ما كنت شفت النموذج الاول هيظهر في اعلى الشاشة انا بتكلم الرابط بتاع نموذج الاول او هسيبولك في الوصف في اسفل الفيديو او هثبتولك في التعليقات اسفل الفيديو. طبعا احنا هنقرأ كل الاسئلة. بنقول معاني الاسئلة. واحنا بنحل الاسئلة هنقول كمان السبب بتاع الحل. طبعا الامتحان ده حسب اخر المواصلات للاكارات الوزارة. اول حاجة يقولك تشوز. اختر اجابتين. من الخمس اختيارات القدام. يعني تنظيف المطبخ. غالبا بيوقف بيوقف البكتيريا. طيب البكتيريا ايه هنا بقى? اولا اللي جابة الصح هنا رقم لتربيه. يبينة يوقف انتشار البكتيريا. دي كنم على بعضها هي. يتعبير على بعضها. تمام? او او ممكن يوقف البكتيريا من الانتشار والتينا هنا صح. نمر طو. التفكير الجيد يساعدني. ايبقى finding ولا to finding ولا to find ولا find ولا find. طبعا كلمة هلبي هنا احنا عارفين قبل كده. لما يجي وراء مفعول ممكن نجيب وراء حجم الكنين. ياما وال والمصدر يبقى صح او المصدر بس صح يبقى او بس. نجيب هكذا نمبر ثري. قول لك من المستحيل انك تتسلق. هزا حاجة هنا هتكلم عليها شديد الانحضار يعني حاجة شديدة الانحضار. من غير معدات الامان. طبعا كلف اللي هو من حضر صخري. يعني صعب واستحق للوحدة تصلك من حضر الصخري الشديد الانحضار. من غير ما يكون معاها معدات الامان. طبعا لك بحيرة بول حمام سباحة او بركة ماء بما ينفعه طبعا. نمبر فور. حركة بتعملها براسك كده بتدي اشارة لشخص مهين. يقول لك هنا تفاوض وعد نود لو يوم براسه ولا نود. طبعا كلمة لتر سي ليا نود. نود هنا يعني ايه بيوم براسه يعني بيحرك راسه كده كأنه موافق يعني. نمبر فايف. ده قط هنا معناها الجرح اللي في ايده يعني. هو مش محتاج ما فيش ضرورة ما فيش احتياج انه يروح المستشفى. ازا الجرح ده مش ايه? مش عميق يبقى هنا طبعا منفعش اقول بسيط صغير صغير جدا ما ينفعهش. نمبر سيكس. بنعمل ايه في المدرسة كل اسبوع? طبعا هنا يتبقى ايه? يعني ايه? يعني اختورات او اداءات. طبعا اكتراحات مستيكس اخطاء تعليقات. نمبر سيكس. طبعا دي حاجة مهمة جدا. ده مش بتيبني بس العقل لكنها ايضا بتيبني الشخصية. طبعا تبقى ايه? سكولينج. سكولينج هنا معناه ايه? اللي هي التعليم المدرسة او دراسة في المدرسة يعني. يعني. معدات. اللي هو العقد. طبعا اللي عقد عشر سنوات. القرن طبعا مئة سنة. اهمية. نمبر ايت. اي دونت بلاي فوتبول از اهوبي. والله انا ما لابعبش قرط القدم كهواية. ايام اه? بدلا انا بحب شلعب قرط القدم كهواية. يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? انسان محترف. يبقى ايه? تمام? طبعا مواهل. الوزميل الفريق يعني عام او جمهور. نمبر ناين. اول ما تلاقي كلمة. نو باركينج. نو سويمينج. نو سموكينج. يعني على طول لازم تستخدم كلمة ايه? مصن تمام? عشان ده ممنوع ضد القانون. يبقى ايه ترضي. نمبر تن. هي نقطة هنغري. if he were هنغري. he would have dinner with us. هو بقولك هنا هو هل هو جعان بقى? ولا مش جعان? لو كان هو جعان. خليب لك ده الحالة التانية بتاع اف. لحالة الاستحالة. ازان هو هنا ايه? جعان ولا مش جعان? لا مش جعان. انت هتبقى لطر سي ازانت. تمام? انا بكلم هنا في المضارع. يعني الواقع بتاعد الوقت وحالته قدامي ان هو مش جعان. فانا بقول بفرض فرض جدلي حالة استحالة. لو هو كان جعان. he once ولا having. طبعا ايه? having. لو نقبل كده having. لما يجي هرات الصف الثالث بتعمل عمل الماضي التالي. وكي انه عايز اقول لك after ruka had here here success. وحنا شلنا after وشلنا الفاعل. وجبنا having here ده على طول. تمام? طبعا اون مش هتنفع ولا had ولا once. نمبر 12. the policeman asked the driver. الراجل بتاع الشرطة. طلب من السائق a driving license. خليبك بقى انا دي جملة غير مباشر. فبالتالي كلمة do you have مش هتنفع. تمام? وهديو نفس الكلام مش هتنفع. طيب يا طرح تبقى what he had? ولا whether he had? لو قلت what he had a driving lessons ايه اللي بيمتلك? ماذا يمتلك? رخصة قيادة ما هو انت بتقول ماذا يمتلك? ما هو رخصة كده انت بتقول السؤال ما تنفعش. ازا انت تبقى ايه? whether he had. يعني معنى السؤال هنا بريس الشرطة يعني الراجل بتاع الشرطة طلب من السائق لو كان معه رخصة قيادة. يبينها whether he had. لان اصل الكلام كان سؤال بفعل مساعد ان هو قال له ايه? did you have? فانا حاولت الكلام ده كله قلت whether he had. number 13. the factory not my father work is for produces clothes with high quality. هزولك المصنع اللي بابا بيعمل ليه يعني او شغال فيه يعني يوروديوس بيونتج clothes ملابس with high quality بيجودة حالية. مبدأيا كده انا بتكلم على المصنع تمام? واحد يقول لي يا مصر بس المصنع ده مكان يبقى where? اقول لك بس احنا ممكن نجيب مكان where? فاكر في حالتين. كنا شرحناه في الفيديو بتاع ايه? الوحدة بتاعة relative closes دمار الوسط. قلنا which يتيجي محل where? في حالتين? اذا جاء معها حرف جر. اذا جاء مع المكان حرف جر اجيب which? او اذا كان المكان في محل مفعول. تمام? انا هنا عندي النقطتين. عندي كلمة for لحرف جر. وعندي كمان ان المصنع ممكن يكون مفعول. دي معنى الكلام النبابة بيعمل لدى المصنع. المصنع هنا مفعول وفي حرف جر. اذا هتبقى ايه? ويتش. بعد دي مصر طب ما في حرف جر هنا. اوه. لأ. هاول اوه. واجيب كمان. ما نفعوش. يبقى لية ترسي. نوبر فورتين. اتس لايكلي ذات ملك اندرو اي ار ان ذي روم. لايكلي هنا اللي هيترجمها غلط هيحل السؤال غلط. لايكلي هنا اكتب جنبها كده وقت من المحتمل ان. وبينكسين مضارع. بنقول لك ات اس لايكلي. بدل احتمال وفي المضارع يبقى على طول مايت بي. طب لايه ما قلتش مايت هاف بي? لو كان قال لي. لان لو احتمال في الماضي يجيب مايت هاف تصريف تالي. تمام? وطبعا كانت بي ومصت هاف بي. ده كلها ايه? مش احتمال. ده حاجة استنتاج مبني على دليل قوي. سواء مثبت او منفل ومنفعوش طبعا. لكن ديها تستنتاج مبني على دليل ضعيف. عشان كده جيبت مايت بي. وفي المضارع. نوبر ففتين. if you concentrate. concentrate يعني يركز. if you concentrate on your studies. لو نوع تولاد. اكيد طبعا ايه? هتقدى اداء كويس في المدرسة. طيب الحالة اللي هين بتاعت if ديت. if you concentrate ديت مضارع بسيط. يبقى if فاعل مضارع بسيط. فاعل will will مصدر. فاكرين? يبقى على طول اللي تر بيحفظها كده. الحالة اللي بتاع if بتقول if فاعل مضارع بسيط. فاعل will will مصدر. يبقى will do. number 16. if I England I would speak English every day. لو انا كنت روحت انجلترا او زورة انجلترا كنت عملت ايه? كنت اكلمت انجليزي كل يوم. خلي بالك بقى. هو بجيب لك هنا وضو المصدر. دي الحالة اللي هين. الحالة التانية بتقول ايه? if. فاعل موض بسيط. فاعل will will مصدر. جاب لي فاعل will مصدر. هجيب ايه? موض بسيط. يبقى visited. يبقى letter A. تمام. نجي بعد كده. ناخد اللي ايه? part two. طبعا اللي متحمل بتاع متأسن تلات اجزاء. part one that choose على الكلمات والgrammar. part two translation الترجمة والقيسي والمقار. ناخد part two اللي هو خاص بالقطعة. قطعة طبعا سهلة وجميلة جدا. نراها مع بعض ونفسر لو فيها معاني مش واضحة بالنسبة لكم. يقول هنا في الفقرة العونية. like walking in the street at night. I found a purse full of money and an identity identity card. قول لك اثناء ماشي في الشارع بالليل. وجدت برس لو كس نقود مليء بالمال. يبقى برس كس نقود full of money. and an identity card اللي هو الهوية البطاعة يعني. تمام? I found a photo of a pretty young lady. شفتوا صورة ايه? بنت جميلة وشابة. I put it back in the purse. حطيت الصورة او البطاعة. فعل بالبرس تاني. فعل بالبوك ده. تقول البوك بتاعلي فروز بتاع ماما يعني. and went directly to the police station. وروحت مباشرة للايه? لرجل الشرطة. the sergeant made a note. طبعا سرجنت احنا ممكن نقول زيه البوليسمان يعني ممكن نقول عليه الضابط او معنى اضاق لوش شويش يعني. رقيب اللي يرد بأقل الضابط. the sergeant made a note. عمل مفكرة اللي لا بقوله مذكرة او محضر زي بقولهم. of my name باسمي and address والعلمان بتاعي. last friday الجمعة الماضية. I was invited to a party in my friend's house. الجمعة الماضية اندعيت في حفلة في منزل 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 صديقي. in شبراء. في him to visit his wife. طبعا الجارة بتاعت صديقي. بتاعت صديقي اللي هو دعاني يعني. قد عسان تزور ايه زوجته. في الحفلة. when I looked at her face. لما بسطت لوشها. I found it familiar to me. although we hadn't met before. حاست ان وشها بالنسبة لي مألوف. يعني انا عارفه. معروف بالنسبة لي. الزوع الرغم we hadn't met before. لما نتقابل من قبل. after a short time. بعد فترة أجيزة يعني. I remembered that. تذكرت انها. she was the lady I had seen in the photo. I was able to describe the birth. ويبقى أنا تذكرت انها المرأة اللي أنا شفت صورتها فين. في فكرة لكن. البيرس اللي هو كان فيه النقود يعني. بالبطاقة يعني. I was able to describe the birth. طبعا كنت قادر ان انا ادراس في البيرس. اللي هو البك لها يعني الكثير النقود. and there's a sum. sum يعني مبلغ من المال. of money accurately بدقة. she was surprised. كان طبعا مندهشة. and we went together. to the police station. روحنا مع بعض اللي ايه? اسم الشرطة زي يقولون. to get the birth back عشان نسترد الايه? لو البك يعني او كيس النقود. after getting out of the police station بعد ما خرجنا من اسم الشرطة. she thanked me. شكرتني كتير. she told me that she had looked for her purse for a long time until she lost hope to find it. طبعا قالت لي انها دورت على الكيس النقود ده فترة طويلة حتى ايه? فقدت الامل خلاص ان هي تجده. I went home feeling happy. روحت البيت طبعا وبشعر بالسعادة. as I was able to make this lady happy. لاني جعلت السيدة ديت سعيدة. it's good to feel satisfied with yourself. حاجة جميلة جدا. وشيء جايج جدا ان الواحد يشعر بالرضا عن نفسه او السعادة مع نفسه. تمام? طيب نحل بقى كم سؤال. طبعا اسئلة هنا اسئلة كلها تشوز على القطع زي ما احنا متفقين. number one. the writer meet the birth owner. birth owner اللي هو صاحب اللي ايه? الكيس النقود يعني. تمام? اين? يا ترى قبله فين? the police station ولا street ولا their first school ولا his friend's house. طبعا ايه? his friend's house. لما راح الحفلة لقى هناك. تمام? number two. the birth owner. صاحب الكيس النقود ده او البوك. كاتب ايه? مصدومة. كاتب ايه? مصدومة. تمام? number three. the word not in the passage. عايز كلمة من القطعة. ازا ضد كلمة ايه? exotic. طب كلمة exotic معناها ايه? اكتفوها كده معناها غريب. تمام? طب ايه بقى اللي عكس كلمة غريب هنا? طبعا familiar. تمام? لما شاف صورة اللي ايه? السيدة ديت وقال ان يعني يعني يعتبر مش غريب بالنسبة لي او مألوف بالنسبة لي. بقى familiar. number four. this passage is extracted from. القطعة ديت. مقتبسة من ايه? طبعا مقتبسة اكيد من ايه? a story من قصة طويلة. تمام? يقول ليه ترضي. number five. the moral lesson. الدرس المستفاد. is. هو ايه طبعا? طبعا هنا هيبقى making others happy. جعل الاخرين سوا ده. تمام? number six. if the lady didn't visit her the friend's wife. لو كانت المرأة مزردش زوجت صاحبه. تمام كده? she would. طبعا كانت ايه? طبعا ما كانتش هتعرف اي حاجة عن ايه? كسو النقود. يبقى لتر ايه? she would not know about her purse. number seven. if you find a sum of money. لو لقيت ما بدأ من المال. it's honest to. طبعا الامان ان انت تعمل ايه? ايه? وبعتولها وزعها لصحابي. طبعا ما ينفعش حرم طبعا. ما لقى تبقى ايه? give it to the police. طبعا ايه? تعطيه ايه? لرجل الشرطة. number eight. the word satisfied means كلمة satisfied معناها ايه? طبعا معناها ايه? هل angry ولا happy ولا اكراس ولا nervous? طبعا happy سعيد. تمام? number nine. the lady lost hope. طبعا السيدة فقدت الامل. عن ايه بقى? طبعا getting her purse back. انها تسترد الكيس ونقود بتاعتها. number ten. the writer was invited to a part eight. الكاتب تم دعوته الى حفلة فين? احنا قلنا عليها. شوبرة letter a. تمام? نبدأ بقى مع بعد كده نحل بقى ايه? سؤال الترجم. تمام? وزي ما تعودنا. في part three عندك ترجمتين. translate into Arabic ترجم للغة العربية. translate into English ترجم للغة الانجليزية. طبعا الترجمة الاولانية دي الترجم للغة العربية مفضلة بالنسبة لكم زمالة لك لانك بترجم للغة بتاعتك. فبيبقى سهل عليك شوية. تمام? الموضوع بسيط جدا. حاول ما ترجمش كلمات منفصلة عن بعضها لاني مش هتدي معنا. وما لعمل يا مستر? اقرأ السطر ونص دول مرتين تلاتة لحد ما تفهم السطر ونص كلهم. وكتب باسلوب اللغة العربية افضل اسلوب عندك. تمام? وحافظ كل ما يكونوا السلوب بتاعك افضل. كل ما تاخد ايه? درجة نهائية في السؤال ده. نشوف كده واحدة واحدة. طبعا كلمة هند مش معناها يد هنا. معناها يسلم باليد. يقدم لك يعني. فممكن اقول ازاي? ممكن اقول هنا لن يقدم احد لك النجاح على طبق من فضة. تمام? if you want to make it فلو انك تريد النجاح you will have to make it on your own عليك ام تحصل عليها ايه? بمفردك. تمام? نجي بعد كده ترجم الى اللغة الانجليزية. وانتو بتخافهم السؤال ده وفيه بعضكو بيسيبه وبيقلب فيه وبيسيب حتة فاضية في الترجمة يعني كتب الجملة ويسيب حتة فاضية في النص وده غلط. لأ انا عايزك برضو نفس الفكرة اللي فاتت اقرأ السطر ونص اللي قدامك بالعربي دول افهم الكلام اللي فيه كويس. تمام? اهم حاجة المعنى. تمام? طيب من ترجم من من عربي الانجليزي هتعمل ايه? اول حاجة دور على الفاعل عشان تبدأ به. تمام? ابدأ بالفاعل لان جملة العربي بتبدأ بفاعل او بفاعل عشان فيه في جملة اسمية وجملة فعالية. لكن جملة الانجليزي لازم تبدأ بايه? باسم. يقول لك ان الحوار والنقد البناء هما الوسيلة الوحيدة لحل كميع المشكلات. طب ابدأ ازاي هنا بقى? الحوار يعني ايه? تمام? واحد يقول لي يا مصر انا ما عرفش يعني حوار. انت بتخذها كتير من صغرك. المحادسة اللي بتجيلها في الانتحان اسمها معناها الحوار برضو. تمام? يبقى هنا النقد البناء ممكن اقول عليها يبقى هنا اقول the dialogue and the constructive criticism هما الوسيلة الوحيدة. يبقى هنا are the only way. يبقى لحل جميع المشكلات. to solve all the problems. تمام? طيب نكمل. من الجيد ان تقبل الرأي الاخر وان تكون متسامحا مع الاخرين. يبقى هنا يبقى it is good to accept the other opinion. وان تكون متسامحا and be tolerant. with the others. مع الاخرين. حتى لو كان لديهم رأي مختلف. even if they have different opinions. حتى لو كان عندهم رأي مختلفة عنك انت. تمام? بعد كده طبعا السؤال ليه المقالك? تمام وخمسين كلمة. suggestions اكتراحات to make your city a model. عشان تخلي المدينة بتاعتك ايه? يعني نموذج يحتزى بي يعني. طبعا يفضل وانت بتكتب مقالة زي ده اكتب افكار او عناصر زي ما قلت المرة اللي فاتي. زي ما كنت بتكتب موضوع بالتعبير بالعربي. اكتب عناصر كل ما يخطف في بالك كل ما لي علاقة بالموضوع اكتب عناصر في في جنبي كده ان شاء الله يوصلوا عشرين تلاتين عنصر. بعد ما تكتب عناصر شوف بقى العناصر الهين اللي تقدر تكتب فيها وتقدر تجمع فيها كجمل صحيحة. فهتقدر تبدأ تعملوا بعد كايه? تفرز بقى. يعني العاشرين تلاتين عنصر ممكن يوصلوا في الاخر العشر. تمام? ابدأ اكتب ويفضل تكتب فقرتين او تلاتة. تمام? عشان توصل الراقل من انت عاوزه. وخلي بالك من اخطاء اللي الحروف. وكمان اخطاء اللي عشان لازم بعد ما تخلص. تراجع وتشوف الاخطاء اللي عندك. فينا سواء ما بتراجعش يبقى ما تصدق تخلص وتسيب المقال ويضيع مجهودهم اللي اللي وتفعل الجرس. علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمة دي عبدو من قناة الدروس العالمية اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.